افتتح السعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية معرض التوظيف في القطاع التعليمي الثالث بمشاركة ستين مؤسسة تعليمية طرحت أكثر من خمسمائة فرصة عمل في المجال التعليمي أكثر من خمسمائة فرصة عمل تشمل مختلف الوظائف الإدارية والفنية عمدت إلى توفيرها ستون مؤسسة تعليمية استهدفت توظيف من يحملون الشهادات الجامعية والدبلومي والثانوية العامة في الجامعات والمدارس وحتى مؤسسات تدريبية خاصة آثرت على تبيان حاجتها من الكوادر التي لديها القدرة على تقديم الخدمة التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم بالشكل الذي يستطيعون من خلاله ممارسة حياتهم بالشكل الصحيح معرض متطور وقدم خمسمائة وظيفة في القطاع التعليمي بأجور جيدة وشروط عمل عادلة وجاء في وقته قبل السنة الدراسية القادمة وبعد أن استكملت وزارة التربية والتعليم أيضا إجراءاتها في سد احتياجاتها من المدارس الحكومية قدمنا بكل فخر أكثر من خمسمائة وظيفة في المعاهد والجامعات لمن يرغب في الالتحاق بالقطاع التعليمي وهي فرصة حق المأساة التعليمية للاستفادة من الوظائف أو من الباحثين من عمل المؤهلين لبنقانهم يأخذون الوظائف التخصصية اللي عندهم في السنة القادمة لا زالت تهتدي بحكمة بصيرتها وصبرها على إيجاد ما يناسبها من شاغر وظيفي يحقق ما ترنو إليه من طموحات على المستوى الذاتي حنان صالح فتاة من أهل الهمة من المكفوفين جاءت لتعلن حقها في الحصول على عمل يرتجيه المتعافون في أبدانهم أنا أطبع أن أحصل على أي وظيفة تناسبني وتناسب حالي من أجل ماذا؟ لكي أحقق طموحي والحصول على الرزق الحلال رضا لا يحدوه رضا بجدوى مثل هذه المعارض التوظيفية فهي من احترف التوفير العديد من الحوافز المشجعة والمحفزة للباحثين عن عمل وأصحاب العمل على حد سواء هدفنا أن نأخذ فئة من المتخرجين حديثا وندربهم ونوظفهم ونخلطهم في قطاع التعليم الشواغل الموجودة عندنا حطير رينج أنه أولا يبتدي أن نحن نشوف الشخص عند المؤهل العلمي المناسب وبعدين نشوف على حسب الخبرات أنه يكون يتحدد له الراتب يعني نحن نستقطب الخبرات التي تقدم خدمة للأطفال نحن نشغل مع أطفال توحد أطفال ذوي احتجاج خاصة فبيهمنا يكون أخصائي شاطر لإستعامل مع هذه الفئات من أطفال طبعا هاي المعرض يعني يوفر لنا أن جابوا لنا كذا مؤسسة كذا مدرسة في نفس المكان عشان يوفر لنا عناء أن نروح كذا مكان نقدم السيفي فيه هاي يعني نشوف فرصة يعني حق العاطلين أن يقدمون لكذا مكان طبعا هاي المعارضة كي يتوفر عننا الوقت والجهد في أن نبحث عن وظائف نقعد يعني ندور في أرجاء المملكة عشان ندور وظيفة من مدرسة لمدرسة ومن شركة لشركة فهاي المعرض يختصر عننا الوقت والجهد في إيجاد المكان المناسب حق الوظيفة هذه المعارض أثبتت جدارتها باستعاب الداخلين الجدد في سوق العمل وتسريع إدماجهم فيه ما من شأنه المحافظة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تحتم ضرورة الحفاظ على نمو واستقرار القوى العاملة الوطنية في سوق العمل قافلة أخرى تضاف إلى قوافل المعارض الوظيفية التي تقل من يجدون في أنفسهم القدرة على الانخراط في سوق العمل عبر مؤهلاتهم العلمية والعملية المنبية لطموح العارض لتلفزيون المحرين محمد رشيدات